موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم الناس كل مرحبا بك سيكارين ونواصل بإجابة على الأسألة اللي درحتها سيكارين السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة عسلامة لكل المتابعين وعسلامة لسي عصام وتحياتي أجيبك يا سي عصام على الفيديو الأخير اللي تم نشره على بروفيلك ونحاول هذه المرة باش نستخدم بالمقطع بالمقطع حتى يتم متابعة الحوار خاصة بعد كثير من الإخوة قالوا لي من الأحسن أنك تحط المقاطعة متاعه ثم يكون الرد متاعك على خاطرك تحط الفيديو متاعه وحده من نجموش انتبعه بالإقداء الحوار ولهذا في هذه الفيديو باش نعمل هذه الطريقة المهم نسمع سي عصام شنو يقول أول سؤال قطلي معناها عليش ربي سبحانه سمح للراجل أنه هو يعرس بربع نساء وعليش الإسلام ما سبقش العصر متاعه وحدد للراجل أنه هو ما يعرس كان بمرأة واحدة يعني يمنع تعدد الزوجات كل عادة لهناسي كريم يعني للأسف شديد بالرغم أنك تظهر إنسان مفطخ لكن عندك مشكلة كبيرة في أنك تحط روحك في القرن السابع والقرن الثامن وماكش قادر أنك أنت تفهم أنه في القرون هذية في العصور هذية راهوا لعبيت مكروش يخموا كيفك ووراهم الرجال فكل عصور هذية من المستحيل أنك أنت تطلب منهم أنهم هما ما يعرسوش يعني أربع نساء وإنتي يا سي كريم لو كان جيك عايش في عام 720 و780 ولهاك كنت ترفض المسكلة هذية أنه يجي دين ويمنع أنك أنت تتعرس يمنع تتعرس بأكثر من المرأة أولا سي عصام أنا وقتها نسمع الفيديو متاعك صدقني ما نكسرش رأسي جملة واحدة يعني نحط الفيديو متاعك ونبدأ نسمع ونبدأ نجاوب بالمقطع بالمقطع سي عصام عندي أكثر من 51 سنة من اللي عمري 10 سنين وأنا نقرأ في الإسلام سواء في الكتب سواء على يد مشايخ أكبر إذن إلى الآن هذه الفيديوهات متجاوزتش مرحلة نجمو نقولو البحث العميق في سبل التشريع وفهم عمق الإسلام إذن إلى الآن أنا نحكي معاك بكل عفوية ما غير تكسير رأس بالكل لازمك تعرف هذه النقطة النقطة الثانية أنا وقتها ننظر للإسلام ننقذ الإسلام حتى وتكون مسلم نخذر له على أساس إنه من عند رب عالم ويعلم كل شي وإن الإسلام هو آخر الأجيان وإن الإسلام تشريع صالح لكل زمان ومكان هذه النقطة مهمة أنت تقول اللي أنا نغذر للإسلام بعقلية توا هذا مش صحيح أنا الإسلام نغذر له بأنه مقدس هذه هي النقطة اللي أنت ما حابش تفهمها أنت تحب تحصر الإسلام في زمن معين وتعمله تبارير طبعا أنت كل الأفكار اللي تقول فيها نعرفها يعني وهي ما هيش من اجتهادك خطرك أنت متنجمش تجتهد أنت ما عندكش السبل التشريعية والمعرفة العلمية العلمية في الدين الإسلامي لكي تشرح أنت تنقل عن ما يسمى الحدثيين اللي هما بالفعل عندهم أدوات المعرفة التشريعية ولكن هما يخاضعون الناس لأنهم يعرفوا أن الإسلام اللي موجود في الكتب غير صالح خليني جاوبك على سؤال متاعك متاع تعدد الزوجات أول شي أنت ما تعرش حاجة جدا مهمة أولا أنت ما تعرش اللي أنا لا أعتبر الزواج بواحدة هو الأفضل أو هو الأحسن بالحكس أنا ما نيجي ضد تعدد الزوجات بل ما نيجي ضد تعدد الأزواج أنا بالنسبة لي العلاقة الجنسية بين البالغين هي علاقة شخصية وحرية شخصية المهمة تكون بالغ عقل وإنتي حر تتزوج بعشرة إنسان تتزوج بعشرة رجال الراجل يتزوج براجل المراعة تتزوج بمرأة كل إنسان حر القانون هنا بالنسبة لي أنا شخصيا نحكي لك طواء أنا سوى قبل سوى الآن بالنسبة لنا القانون يتدخل في أمور معينة هي حماية الطفولة ومنع الاختصاب والتحرش وحماية الحقوق على حسب العقد المبرم أما أتعرس بعقد بدون عقد تمارس الجنس مع أي إنسان أنت حر مدامك أنت بالغ هذه هي وجهة نظري تحب نقول هذا يعني أنا ما نيجو ضد هذه المراعة اللي تحب تكون معها مراعة أخرى وتعرس براجل هي حرة هذه مسألة عقد واتفاق من بين شخصين بالغين هذه نقطة جدا مهمة حبيتك تفهمها أما أنت قلت لي في ذلك الوقت يعني كان مستحيل يقبل فكرة المرأة الواحدة ليس صحيح لأن وقتها هناك من هو متزوج بمرأة وحدة ومحمد بيدو وقت تزوج بخديجة ما تزوج عليها يا سيدي نمشي لك أبعد من ذلك المسيحية هي قبل الإسلام وهناك الزوجة الواحدة بل نمشي لك أبعد من ذلك يعني على حسب المفهوم الديني آدم وحوّة علش ربك ما خلقش الآدم أربع نساة ولا عشر نساة وهناك كثير قبل الإسلام من يؤمن بالزوجة الواحدة إذن هوني تقول لي أنت مع أنت ما يقبلوهاش يا خي هما على كيفهم هذا شرع إلهي هذه أوامر إلهية مش على كيفك وهذا نكملوه ونوفروه في بقية الرد وهذا يعني الشيء نجموه نفسروه بال المثل اللي يقول إن أربت أن تطع فاطلب المستطع يعني من المستحيل أنك أنت تطلب من الرجال هذوكم أنهم يخموا كيفك هذه مسألة مستحيلة معناها وبدأ خطر ثقاف المجتمع تختلف والعادة تختلف وتقالي تختلف والقيم تختلف يعني من الأخر لو كان ربي سبحانه هبط تقول الرجل ما يعرس بمرأة وحدة ونرى وحدة حد يدخل الإسلام معناها الناس يقول تكفر بيها الدين ويقول شنية الدين هذي اللي هو يبشي خليني أنا يعني نعرس بمرأة وحدة ويمكن يرى الإله غير عادل معناها بالطبيعة بك المنطقة وبك التفكير بالعادية هذيك والتقال بالله يا كريم تعلم من فضلك أنك تحط روحك في بلاسة لعبات وتعلم أنك أنت ما عادش تفكر بالعقلية من 2017 في عام 620 و750 تعلم أنك أنت تحط روحك في ظرف 650 و750 أنك يعني تخمم بالتفكير متاح مهومة هذي أول نقطة ثانية نقطة يمكن نجم تقولوا أن السؤال الحقيقي اللي يتطح لهنا والله إضحك نيسي عصاب كأنه الزواج بمرأة وحدة في ذلك الوقت أمر غريب رغم أن كل المسيح والنصارى يتزوجوا بمرأة وحدة يعني أمر ماهوش غريب بالعكس بل من غير المسيح هناك من يتزوج بمرأة واحدة ماهيش حاجة غريبة ياسر هذه حاجة حاجة ثانية هل هي رسالة أم مراعاة للظروب هل على كيف هم هما وإلا على حسب التشريع الإلهي هل هو ياخذ بخطرهم بشي أمنوا بيه وإلا هو جاي برسالة حق وحقيقة هذا السؤال اللي لازم تسألو يا سيعي صام هو مش على كيفهم وترجع من بعد وتنتكلم في هذا الموضوع إن هناك أمثلة تدل إن هناك أشياء وقتها كان متعارف عليها والإسلام حرمها إذن يا سيعي صام كن منطقي في عصر محمد كان هناك دين قد السماء يؤمن بالمرأة الواحدة ويمنع الزواج بالتانية هذا يعني معروف ماكش بش تنكر طبعا هذه المسألة إذن كان هذا الدين اللي بشي بيع ويشري نعطيكم اللي تحبوا بشتام نوبية هذا معدش دين سمحني يعني ما عادش ولا دين رباني سمحني خلنا نسمعه ما هو تقول من بعد بش نجاوبك بالنقطة بالنقطة هو بما أنه الوقت هذاك والظرف هذاك ما كانش يسمح لمنع تعدد الزوجات على قل يمكن السؤال هذا صحيح هو اللي كان أنت ترحتو هل أنه الإسلام سبق عصره ولمح لأنه الراجل يلزم ويعرس بمرأة وحدة هذا هو سؤال اللي يلزم ويتطرح يعني أنه الإسلام احكيش على أنه في يوم من الأيام رأى الراجل ماذا بيك أنك أنت تعرس بمرأة وحدة بمرأة ماذا بمرأة زوجات وهذا بطبيعة موجود في القرآن وكيف نقرأ يعني الآيات القرآنية بش نقرأ فانففتم ألا تعدلوا فواهد وحدة وحدة بركة هذه فشة ومن ناحية أخرى الرب سبحانه ق Cloud قلة ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم صدق الله العظيم يعني الهنى زوجته ربي سبحانه ومن ناحية يقول لك فإن لم تعدلوا فواهد ومن ناحية أخرى يقول لك ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستوا شنو النجمو نخرجو به لكلام هدايا احنا توقف نقرأه للقرآن الشيء اللي نخرجو به هو انه في العصر هدايا ربي سبحانه ينادي الى الزوجة الواحدة ومش تعادل الزوجات يعني انه الاصل هو انه تكون واحدة وربي سبحانه قال فان لم تعدلوا فواحدة ومن بعدها يقول لك ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصت معناها هكذا ولا هكذا هكذا لا تعدل واذا كان انت معدلتش اتعرس بواحدة يعني شوخ يا سي كارين كيف تقرأ الفرآن مذبية كان تقراه باكثر عمق وتقراه يعني ما نعرش نحبش نقوله بحسنية ولا بطريقة ايجابية ما يعلق الاقراه يخويا بموضوعي اقراه تي طريقة موضوعية معناها وتقراه بطريقة جملية موش تيقف فيه كلمة واحدة وتهد الدنيا الكل عليها كلكلمة هذه باك يسي عصام هل تخادع في نفسك وإلا تخادع في الآخرين يعني تقول ان الاسلام هو أول واحد مع انت تنبأ بالمستقبل وبالمرأة الواحدة أول شيء كيما قتلك مهوش أول واحد وأهل مكة كانوا يمينون أكثر للزواج بالواحدة خاصة اللي عندهم ميولات نحو النصرانية ومحمد كما قتلك عرص بخديجة وما تزوج عليها حتى لي مدت وأرجع للتاريخ تطلقى القتلش من الواحد عرص بواحدة برك عادي أمر عادي يعني محمد ما جابش الصيد من وضنه وانا نقول لك ونعود نتحداك ان كل التشريع الإسلامي اللي موجود ولا تشريع أي دين لم ينزل من السماء بل هو موجود موجود تنوع وجاء دين معين وما لي شيء ولم يمين لآخر ومحمد لأنه من مكة وكما قتلك أهل مكة كانوا يحترموا المرأة أكثر من أهل المدينة وأهل مكة كانوا أكثر تطور لأن أهل مكة مالوا إلى التجارة تخلاوا على الاستعباد وتخلاوا على الحاجات التي تصع عليك ومتاع البدو النجم نقولوا أكثر تحضر فهمت يعني لو ترجع للمجتمع المكي كان أكثر تحضر وهذا الكلام نأكد عليه ونعاود نأكد عليه ونعاود ونقوله فهمت وعاود إدرس معانتها من الكتب الإسلامية ما تحتمدش على حدير مروي عن عمر أني معروف بتخلفه وميده لصعليك وللمجرمين وإنها متعصب وقومي للعروبة وإنها يكره نساء وإنما عود إلى التواريخ الإسلامية الكلام وابحث فيها تو تشوف أن أهل مكة كانوا بعدوا على الحروب وعلى المشاكل حبوا يجعلوا من مكة مدينة منارة فيها الحرية وقتها جاء محمد في اللون ما منعوهش وقتها ش منعوه وقتها بداي قولنا عبدوا ربي وحده وسيبوا عليكم ربوا بالأخرين قالوا يا سيدة تحب تدعو الرب كدعو الروح ما قلقك حد ومسيلة مكان يدعو الرب وحتى حد مكة إذن هذه فكرة أن الآية القرآنية سبقة عصرها هذا كلام فارغ يعني مصدقه كونش إنسان جاهل بالإسلام أصلا فهمت لأن الزوجة الواحدة كان موجود عند النصارى والصابيين وغيرهم من المعتقدات وحتى عند الأشخاص هذه معنا نقطة لازم تفهمها جيدا أما مسألة الموضوعية من يجب أن يكون موضوعي الطريقة اللي تفكر بها أنت أنا فكرت فيها قبل عندي عشرين سنة فكرت فيها فكرت في إطار الدين على أساس إن هذا دين إسلامي وأنا نحكي لك في آخر الفيديو مع أنت شنو اقترحت ولعلمك ولعلمك أنا مانيش ضد إصلاح الإسلام ولكن أرى إصلاحه بطريقة غير طريقة الكذب والنفاق على الناس أنا أؤمن بالموضوعية الفعلية الحقيقية العقلية المنطقية مانيش نؤمن بالخداع والكذب هذه حاجة حاجة أخيرة بأي حق تقول الزوجة الواحدة هي اللي لازمها تكون بأي حق أنا شديت الآية هذه كل الآية وعاودت عملت لها تبديل وحطيت روحي في بلاسة الرب شنو قلت فيها كانت حب مع أنت نضحها لك هي أنا كتبتها وقتها بالفرنسي ونحطها لك يعني كانت حب بالفرنسي تقراها تشوف هل هي خير أما موجود في القرآن أنا بالنسبة لي قلت يعني كان جيت ربي ونقول اللي تحب وتعرس وتعرس بالعقد ولا بدون عقد المهم التفاهم والمحبة من بيناتكم تحب تعرس بعشرة نساء عرس ولا أكتر كان نساء قابلين أن يعرس بيك وانت بعرس وكان المرأة تعرس بعشرة رجال تعرس كان رجال يقبلوا بها أن هم يعرس بها وهي عندها رجل يبنوني تلاحظ اللي هذا هو المنطق يعني أنت على حسب قولك أن الإسلام كان يشجع الزوجة الواحدة يا سيدي أبعد على الموضوع هذا الكل لو كان الأمر هكذا لماذا لم يبين ذلك في القرآن علش اللقف الدوار عن هل هذا إله أو مخادع يا سيدي أبسط شيء علش محمد ما عملش المثل ويتزوج بمرأة وحدة وقت مات خديجة يمكن يعرس بمرأة أخرى فقط علش وقت مشال المدينة ولا عنده تسع نساء ها علش هل هذا المثل يا سيدي هو ماه نبي ورسول ومنزل من عند الله وكذا على أقل هو يعطي المثل السنة مش المسلمين يتبعوا السنة بتاعه مش هو يعرس أكثر من اللي موجود في القرآن بيدو اللي يقول لك أربع أنساء هو سبع الرؤون أكثر هذا بشي وريك الطبيعة الإنسانية البشرية للدين الإسلامي وكما قلت لك محمد ما جاب حتى شيء جديد أنا نتحداك جيب لي حاجة موجودة في الإسلام لم تكن موجودة في عصرك بشي يوريك اللي هو ماهوش وحل إذن يا سي عصام حاول أنت بش تكون موضوعي أنا كنت مفكر كيف والآن أصبحت موضوعي نوعصد للكلام التي بش نشوف كش موضوع دوقت هذه المسألة الأول أحكينا فاق ومشي المسألة الثانية المسألة الثانية أنت قلت أن الإسلام يعتبر المرأة ملك الرجل وهذا بطبيعة كلام غالط على خطر يعني أحنا دوق أبسط قعدة معروفة في الإسلام هو أن الراجل ما عندوش الحق أنه يتصرف في الممتلكات متاعها زوجته وفي الشهرية متاعها زوجته وهو مطالب دينيا أنه ينفق عليه يعني المرأة لا يوجد ملك الرجل الكلم هدايا غالط معناها هذا الثانية نقطة ثالث نقطة أنت قلت لا يا سي عصان المرأة يجب أن يكون لها ولي سوى أبوها سوى أخوها سوى زوجها أما بالنسبة لأبوها وأخوها أو المحارم متاحها هم مطالبين مطالبين بش يحميوا شرفها اللي منبعد هي بش تبيعوا بمهر لزوجها والزوج له حق الفراش حتى بعض الهلماء يعني يقول لك علاش المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها لأنه يمكن هو يحتاجها للفراش وما يلقاهاش يعني حق الفراش هو حق للرجل ولا يحق للمرأة أن تمتنع إلا بسبب معين اللي هو الحيض وغيرها ولكن لا يمكن أن تمنع نفسها من الملاعبة هذه مسألة واضحة والأحاديث تدل على ذلك والتاريخ يدل على ذلك يا أخي أنا عندما نقول لك المرأة ملك الرجل ليس بمفهوم ملك وإنما له الحق عليها وخاصة حق الفراش هو يصرف عليها طبعا وهذا موضوح كبير حتى بعض المسلمين يعني يروجون الأفكار غالطة مثل مثلا الطبخ والأكل في الإسلام المرأة يمكن أن تطلب أجر لأن ليس له إلا حق الفراش حتى إرضاع الطفل حتى الحمل يمكن أن تطلب من زوجها أجرا هذه مسألة مهمة جدا إذن يا أخي أنا عندما نقول ملك يعني هي تحت ولايته هذا شنو نقص يعني مثل الطفل القاصر يمكن أنت مفهمت شنو نقص بالضبط بملك الرجل أما بمفهوم الولاية هذه هي النقطة نواصله الحديث على التعقيب على التعقيب على الكلام التي أنا قلت أن الحديث لولاني من الرسول ينسى جم مع الحديث الثاني يعني الحديث ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئين ينسى جم مع الحديث الثاني اللي قال فيه الرسول وأولئكم ليسوا بخياركم معناها الرجال يضربوا المراهمة ليسوا بخيار بخيار الرجال أنت هنا قتلي قتلي يا سعيسام راه الإسلام يعتمد على النقل ولا يعتمد على روح الحديث أو معنى الحديث معناها أنت بالنسبة لك أنه الإسلام باش نصحه الحديث ولا باش نضعف الحديث ما نعتمدوش على أنه روح الحديث ومعنى الحديث ينسى جم لا انت قلت الاسلامي قلت انه يجبنا نعتمده على النقل بعدها هكي العادة الروايط اللي هما يعني فقاة وقالها كذابة كان الروايط فقاة نقبل الحديث كان الروايط ما همش فقاة ما نقبلوش الحديث باك لهناك انا احب اقول لك انه الكلام زادة متاع كذا يا غالط ومجانب للصوار على فاطر يعني الصيح هو انه موش الاسلام اللي يقوم على نقل الاحاديث ويعتبر انه كلام الرسول واحد ليه ليه يا سيدي غالط كلام هذا علماء الحديث وعلماء الدين هما اللي قالوا انه الاحاديث يعني يعتمدوا على النقل ويعتمدوا على الرجال ما يعرف بعلم الرجال يعني الروايط ثقاة وقال لما همش ثقاة كان الروايط ثقاة نقبلو الاحاديث انتح وكان الروايط كالذبيب ما نقبلوش الاحاديث انتح والهنين عاود نرجع ونقول المشكلة في علماء الحديث ياسي عصام اعتمادهم على الرواية متع الحديث على علم الرجال والثقاد لم يكن صدفة بل هناك آية قرآنية فتؤكد ذلك يعني ما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى يمكن انت تفسرها هذه تفسير على اساس انها مقصود بها القرآن فقط وتجيب لي المثل انتع اللي هو مرا نصحهم في امور زراعة وطلع غالط قال انخوضوا عني الا فيما يخص الدين طبعا فيما يخص الدين يعني هذو من الاحاديث فيما يخص الدين وقت يجي عمر ابو بكر اللي هم عاشر محمد ويعتمدوا على اسلوب الثقاد ليس صدفة وحديث محمد حاول خوضه من اصحابي ثم الذي تلاهم ثم الذي تلاهم هذا سيدا يمكن حديث موضوع انتي مكش فاهم المعنى علاش علماء الدين اعتمدوا على علم الرجال وعلى الثقاد لانهم يعتبرون انه اللي يقولوا محمد لا يمكن ان يكون هراء وكلام فارغ يعني مدان يتأكدوا اللي كلام هذاك قالوا محمد بالنسبة ليهم مستحيل يكون كده وان قال ذبابة اللي تهبط في ايناء وقلبها على جناحها الاخر لان في جناحها في هداء وفي جناح الاخر في هدواء هما بالنسبة ليهم هذه كحقيقة اذا يا سي عصام هذه قواعد الاسلام منذ 1400 سنة وهذه قواعد الصحابة كان انتي تجهلهم وتحمرهم الكل كل العلماء جهل والان الازهر جاهل والزيتونة جاهل والمدارس الدينية لكل جهل ومعناها المقيس هذائي متاع انه احنا بش نقول الحديث صحيح ولا غير صحيح انه ناكفو على الروايط الحديث اكهو هذائي مقيس انساني عملوه علماء الحديث ومهوش مقيس موضوعي ومهوش مقيس للأسف الشديد مكانش مقيس يعني مكانش مقيس موضوعي علش على خاطر مقذاش بعين اعتبار المحتوى متاع الحديث واللي هي مسألة مهمة وقداش ممرة نقاو احاديث فيها محتوى معناها عجيب ويبهت ويدوق ومبعد يقول لك لا هذائي الحديث صحيح قال شنوه على خاطر الروايط انتاعه فيها يعني المنهجة ذاية عطوه علماء الحديث مهوش منهج الاسلام ما تدخلش انت الاسلام في حاجة اللي هي هو بريء منها واللي اسبب فيها هما علماء الحديث علماء الحديث هما اللي قالوا انه الاحاديث يقع قبولها بالنقل وبالتوفيق الرجال مهوش الاسلام الاسلام خطيه في المسألة هذي وهذي هو السبب مشاكل كبيرة ياسر عنا في الاحاديث وهنا بش نعطيك مثال بسيط على كيفاش المقاييس متاع العلماء الدين قديش ما كانتش موضوعية ما كانتش بالكل موضوعية نعطيك مثال بسيط مثلا إلا طبعا اللي انت تعتمد عليهم ما يسمى الحداثيين هما اللي فاقوا بعد 1400 سنة اللي هذاك لكل كده يا سيدي فارضنا ان هذا غالط مهوش دخل في الاسلام وان كل علماء المسلمين بالفتاحة المتاحهم باللي عداوا سبعين سنة وما يقرأوا في الدين ويتعلموا في الدين بالصحابة المتاحهم بالتابعين والتابعين والمقربين كلهم بهايب حشاك نفترضه نفترضه يعني هذا كلامك صحيح ما تواجهش لكلام نيب امشي يوجهوا ليهم امشي يوجهوا ليهم هونك بتحكيش معايا انا عندي اسلام قدامي عندي قوانين ومصادر بالتشريع وفما علم الرجال وعلم الانساب والثيقات وغيرها اعتمد عليه انا ننقذ في الاسلام هذا اما رأيي انا في الاسلام ما هو بالضبط هذا كان موضوع اخر خلينا احنا في المصادر الموجودة هذه اذا يا اخي امشي كلهم لهم هون امشي للازهر وطبعا اللي مع انت تقول فيه انتي واللي يقولوا فيه الحادثيين يعتبرت كثير يعني هم كفروكم وانا مذبية شنو نخسر انا كالعلماء الدين ينحيه والتفكير الجاهل وهذا النقل ويعتمدوا على العقل يساعدني انا كانسان يساعدني انهم يوليوا منطقيين اذا نواصلوا شنوه لكلام بتاعك يعني منطقوا احنا في علم الحديث شكون الثقة وشكون اللي مهوش فيها باي اللي ثقة مثلا نطقوا مروان بن الحكم ونطقوا معاوية بن بي سوفين هذا المقلق يعتبروا من الثقات على ياشقالشنو على خطر صحاب وصحابة لكلهم ثقاته لكن الصحابة فيهم الباين وفيهم الخير يعني هدايا سي مروان بن الحكم ومعاوية بن بي سوفين كانوا يسيبوا فعاية الرسول كيفاش احنا نواصلوا عباد وننقلوا احاديث على العباد كانوا يسيبوا فعاية الرسول مروان بن الحكم كان يجي للحسن والحسين يقولهم يا ابناء الملعون علي ابن ابي طالب ملعون ردو مروان بن الحكم كان يجي للحسن والحسين يقولهم المثلم تاعت كمثل البغل يعني البغل يتفخر بامه اللي هي الفرس ويبدأ يستعربوه اللي هو الحمار يعني هو يحب يقصد هنا أنه هو الحسن والحسين كانوا يتشرفوا بمهم فاطمة الزهراء ويستعربوهم عليه ابنه أبي طالب وشبه عليه ابنه أبي طالب بالحمار بالبهين هذا مروان ابن الحكم هذي سدي قالت مناثيقات ومعاوية ابنه سفيان زاد مناثيقات بالرغم أن معاوية ابنه سفيان كان يأمر الناس أنهم يسجوا عليه ابنه أبي طالب فوق المنابل معاوية ابنه سفيان جاء السعد ابنه أبي وقص قالوا ما الذي يمنعك من سبي أبي طالب شبيك قالوا ما تسبش علي ابنه أبي طالب نحن كنا نسبه في علي ابنه أبي طالب سيبه ما هذا هذي سي مروان ابن الحكم موسي معاوية ابنه أبي صفيان هذا المزوز قال لك فقات ونرويه عليهم الأحاديث هذا يعني هذي سبي عية الرسول يرويه عليهم الأحاديث ومن ناحية أخرى يعني نرقاه فيما رواية أخرين اللي هما معناها ثقات وعلماء وعندهم دراية كبيرة بألم الحديث ورغم ذلك ما يقبلوش رواية متاحه عليش على قطرهم لمجرد أنهم هما زموا معاوية ابنه أبي صفيان ولا ما كانوش يحبوا معاوية ابنه أبي صفيان يعني العبد اللي ما يحبش السيد اللي كان يسمك في عية الرسول يجب أن تحب معاوية ابنه أبي صفيان يجب أن تحب معاوية ابنه أبي صفيان اللي كان يسمك في عية الرسول يجب أن تحب لعبيت اللي تسمك في عية الرسول بش أنت نقبلوا الأحاديث متاعك وهذا سيد جعد ابنه جعد الجوهري هذا يا أحمد بن حنبل إشقال يعني كان ينهى الأنصار متاعه والتلاميذ متاعه أنهم هما يخذ الرواية على ابن الجعد الجوهري يعني كان ميحبش ابن الجعد الجوهري على قطر ابن الجعد الجوهري كان يزمك في معاوية ابنه أبي صفيان هذا السبب معناها أنك أنت ما عادش تقبل منه الروايات واشتين يقول زادة أحمد بن حنبل قال تركنا رواية أهل الرأي وكان عندهم حديث كثير يعني هذه مصيبة أخرى يعني أنه علماء الحديث أهملوا الأحاديث لمجرد أنه يتخالفوا معهم في المذهب يتخالفوا معهم في الرؤية معناها للإسلام ويعرف أن الحديث صحيح ورغم ذلك ما يقبلوش ويعرف أن الرواية دي كثير منه ما نقبلوش عليه أحاديث نقبلوا الأحاديث على اللي يسدوا الرسول وما نقبلوش على الأحاديث وما نقبلوش أحاديث على العباد اللي تنتقد في العباد اللي يتسب الرسول هذا هو علم الحديث على شنو يقوم نزيدك أكثر من هكه معناها الأسباب ما كانتش حتى مذهبية ولا سياسية معناها السنة أو الشيعة وواحد لقبول الحديث أو عدم قبول الحديث أو أنه حتى واحد يدافع شوية معناها على عائلة الرسول اللي الرسول كان يحبهم ليه؟ معناها المسألة وصلت حتى لخلافات شخصية معناها يعني وعائلة الرسول أحاديث ورواية نهار منهرات تخلي المجلس الظهري هذائق تخلي المجلس وسيد الأخر اسمه أبو قدامى الثرخسي ما تقاملوش من المجلس ما لا تقاملوش من المجلس لا تقاملوش من المجلس ولا ما عادش يروي الأحاديث على أبو قدامة صرخسي لمجرد أنه هو تخلي المجلس والأخر ما قامش سلم عليه الحكاية هدية بركة خلات الإمام الزهني ما عادش يقبل الروايات والأحاديث على أبو قدامة صرخسي واعتبره غير ثقة في الأحاديث شقولك أنت في هالمعايير اللي كانوا المسلمين وعلماء الحديث يأخذوا بهم يأخذهم بش يقولوا السيد هداء كذب والسيد هداء ثقة يعني اللي يسب عائلة الرسول ويقولوا عليه ثقة واللي يدافع على عائلة الرسول ويقولوا عليه الترفيب ومنافذوش عليه الأحاديث واللي يعني واحد مقامش سهي هاكا ما سلمش على واحده واللي معادش يقع عليه الحديث واللي كفاء لمجرد أنه مقامش سلم عليه الحالة ترويه أبو قدامة صرخسي مقامش يسلم على ذوهر يأخذ ذوهر يتغشش وولا ما عادش يروي عليه الأحاديث رويها أحمد بن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب وين هو قال هاو رويها بالضبط قال الحاكم وقد كان محمد ابن يحيى الزهلي روي عن ابن قدامة ثم ضربا على حديثه معناها وولا ما عادش يروي عليه الأحاديث ومبعد وولا ما عادش يروي عليه الأحاديث لماذا؟ لا يخرج منه ما عادش خرج منه الأحاديث فإن أبا قدامة أحد أئمة الحديث متفق على إمامته وحفظه وإتقانه ثم ذكر أن سبب ذلك أن محمد بن يحيى دخل على أبي قدامة فلم يقوم له فلم يقوم له فلم يقوم له لا يقوم له أحاديث المصدق يا أحمد بن حجر العاص فلاني تهذيب التهذيب الجزء السامع صفحة 17 حرف العين تابع حرف العين من اسمه عبيدو اللهي مصفرة المسألة سابتة مش هموره بدا فلاني ساعة يصام يمكن المشاهدين اللي شاهدوا فيك ما يعرفوش الخمج والفساد منتع الصحابة وأقرب وحود المحمد ومنهم نساء لكن انتي هاك مطلع وذكرت يعني بعض شوية الخمش رغم اللي منجم وقول لك أنا أكثر من هذك الخمش والفساد وتدخل السياسة والمصالح الشخصية وسرقة الأموال وشعمل عثمان وشعمل أبو بكر وحروب الردة وشعمل خالد بنويرة بل أبعد من ذلك شعمل محمد في المدينة شعمل في أمه قرفة كيفاش قصها وقتله وقتله لليهود في يوم واحد جرائم اللي عملها محمد في عصره يعني كما يقال إن كان رب البيت بالدف ضاربه فلا تلومن بقية أهل الداري إن كانوا بالرقصين ملعين كان محمد بيدو ارتكب جرائم لا تحصى في عصره فما بالك بأبو بكر فما بالك بعمر فما بالك بخالد اللي تخلب مرت واحد مسلم ارفض أعطاء الزكاة والحروب اللي قادها وحرب اليمامة اللي ماتوا فيها القراء وعثمان اشنو قالوا برغم الحديث اللي ما انت بعض يضعفوا انت عايشة أقتلوا نعتلى فقد كفروا من بعد عايشة هذه اللي انت تاخذ منها الحديث هي لا لعلت لا شيء يا علي وإنما قاتلته بالسيد وخرجت والصحابة اللي تقتلوا في حرب الجمل من المبشرين بالجنة هالعايشة تاخذ عليها انت تاخذ عليها الحديث باهم تاخذش عند معاوية على خطر يلعن فيه علي وتاخذ من عندها عايشة اللي قاتلت علي بالسيف ومعاها بفطاحة للصحابة ها تاخذ عليها هذية هذية انسان تاخذ عليها ها وعمر اللي عاملوا تاخذ عليه عمرة مش بدلك خنار وعمر لكل شنو اعمله اللي دجاء معا انتها الخنافة اخذها اعطاهنه ابو بكر فين الشورى اللي يتكلموا عليها وشورى ومشورى علاش بابو بكر يوصي في عمر هل ابو بكر اكثر من محمد بش يوصي هو شكون يكون خليفة من بعده ها؟ ومحاصرته لبيت علي عندما رفض البيع علي ابو بكر ومحمد ملوح ثلاثة اهربع ايام ما دفنوهش هما يتعاركوا في السقيبة ها؟ هل هذو مسلمين؟ هل هذو تتصور يؤمنوا بجنة ونار؟ انت تتصور محمد كان جاء يؤمن بجنة ونار وبعقاب يعمل اللي يعملوا؟ ابو بكر كان جاء يؤمن بجنة ونار فمت يعمل اللي يعملوا؟ عمر اللي قال احرقوا عليهم البيت اخي قالولو موجود فيها فاطمة اللي يقول فيها محمد بضعة مني قال وإن كان تحرقوا ربهم ها؟ سي عسام هذا موضوع كبير انت ذكرت شوية من الخمج متاع الصحابة ها؟ انا نزيد نذكر لك خمج الصحابة وخمج محمد وخمج علماء الدين 1400 سنة اللي دخلوا الدين على أساس مصالح شخصية ها؟ وهك تكرت انت بعضهم شكرا لك يا عنا المشاهدين متاعك اللي يفتخروا انهم مسلمين يعرفوا ما عندش كون ياخدوا في الدين متاحهم الزهري هذا مازلت تاخد من عنده وانتي؟ مازلت تخزره الكتب متاعه؟ ها؟ وتعتمد على الأحاديث متاعه؟ عندما تقرأ هذا الخمج الكل اللي موجود في كتب التاريخ الإسلامي مازلت انت تتشرف بالإسلام أصلا؟ ها؟ مازلت تتشرف الإسلام؟ وتحب تصلحه؟ ايش بش تصلح فيه؟ رغم اللي قتلك الإسلام نجمه ونصلحه لكن مش بالطريقة هادة الإسلام لازمنا نعترفه نعترفه بالجرائم اللي قام بيها الإسلام من عهد محمد في المدينة ها؟ محمد رحد ذاته لازمه يحاسب لأنه لو نحبه ونصلحه الإسلام نصلحه على القواعد الصحيحة على روح الدين كدين بغض النظر إنه إسلام ولا غير إسلام للأشخاص طبعاً اللي محتاجين الدين أما الأشخاص اللي يخدموا عقولهم في حرب صفين وقتها جيش معاوية رفع المصاحف قالوا العلي شنوع نعملوا؟ قالهم أضربوه أضربوا المصاحف فإنه ما هو إلا كلام بين دفتين ها؟ أضربوا علينا المصاحف قالهم القرآن الروا في المخ القرآن الناطق هو الإنسان ها؟ وأبو بكر رفض جمع القرآن حتى مع أنت جبرو ومر بش يجمع القرآن وقالها قال ما أنت ما نجمعش حاجة ما نعملش حاجة ما نعمل هج محمد قال ليش محمد مش قادر يجمع القرآن بل ما نموته ها؟ مش قادر؟ قادر يقول له مين جاي يجيبه أو هذا القرآن يستنوا في عثمان بش يجمعه ولا بعمر بش يجمعه ها؟ إذن سعي صام التاريخ الإسلامي مهزله بكله بحديثه بقرآنه بتاريخه بأشخاصه بالصحابة متاعه وبمحمد فوقهم خلينا نكمله نجاوبه والمهمة منيش بشي نجاوبك على الخمج هذا متاع الصحابة ولي انت اذكرت الجزء منه أو العلماء الدين وليلتوا لتوا لتوا كشوف القرضاوي فهمت هذك مسلم هذك ولا الغنوشي مسلم ولا عبد الفتاح مورو مسلم ويخاف من الجنة والنعر انت حاسب رايك ولا فهمت علي العريض ولا الجبالي ولا شور ولا اللوز هذك مسلمين ويخافوا من الجنة والنعر فهمت كان جوا يخافوا من الجنة والنعر ميرتكبوش هذه المجازر المهم نواصله لحديث بتاعك نتعديه للمسلة أخرى مهمة اللي انت قلت انه يعني مستحيل كان عالم ديني ينجم ويجيه ويحرم ضرب نمرعه وندرش نوه ونتحدى ونتحدى تقلقش روحت برشة كريم وراك خسرت انت التحدي لاني نعلم انه الشيخ محمد طهر بن عشور وما ادراك من الشيخ محمد طهر بن عشور الامام العلمة التونسي اللي احنا نتخل به قال في تفسيره في كتابه التحرير والتنمير وفي تفسيره للآية المذكول فيها واضربه منها شي يقول في اخر تفسير ويقول يجوز لولاة الامر اذا علنوا ان الازواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها ولا الوقوف عند حدودها ان يضربوا على ايديهم استعمال هذه العقوب ويعلنوا لهم معناها ولات الامور الحاكم رئيس الدولة ويعلنوا لهم ان من ضرب امرأته اعوقبا كي لا يتفاقم امر الاضرار بين الازواج يعني لهنا سيكالين كل هذا انتي معناها ظاهر انه من كلامك ساعة لهنا اطلاعك على يعني علم الحديث مهوش كبير ياسف ومعناها ندعوك انك تزيد تقرأ علم الحديث الساعة باش تفهم انه مش الاسلام اللي يدعو الى التصديق الحديث يعني بهالمقياس هذين متاع الرجال وواحد وثاني حاجة انه ندعوك انك تراجع معلوماتك بالنسبة للرأيين متاع علماء الدين في مسألة ضرب المرأة يعني هكريك قدامك انتي عالم دين عظيم كما الشيخ محمد طهر بن عشور اعلم انه وليه امر الرئيس عند الحق انه هو ما عادش يخلي الرجال يضربوا انسان متاحهم على خاطر الرجال ينجمك يضربوا انسان متاحهم ما يضربهمش الضرب اللي ربه سبحانه يحكي عليه معناها الرسول يعني يحكي عليه انه تضرب يعني ضرب غير مبرح وضرب خفيف معناها اللي هو يكيد يكون غير ضرب مضرب وهو التحدي متاعك يعني فمشكون قال انه المرأة يعني ما تتذربش يعني ها هو الولي الامر عنده الحق انه هو يمنع الضرب متاع المرأة يعني ما فيماش مشكل انه الاية هذية الاية هذية في العصر هذية احنا نقوله من غير المناسب ضرب المرأة ما يقلقناش معناه احنا كمسلمين نقوله لحكاية هذي وما يقلقناش انه نقوله انه كل اية هذيك هبطت في ظرف تاريخي معين بعقلية معينة وولا ما نشان الوحيد معناه المتبني الموقف هذي او الشيخ محمد الطهر بن عجور زاد متبني الموقف هذي يعني شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ المشكل هو في فهم الاسلام وليس في الاسلام الاسلام لباس عليه اما اذا كان انت تحب تفهم الاسلام وبطريقة يعني هكا فيها نوع من الاشحاف وفيها نوع من الظلم بطبيعة بش تخرجوا دين خيب يسري وكانت تتعامل معها بحص النية وكانت تتعامل معها هكا بموضوعية وبيتدبر كانوا تلقى انه مفهم حبتانك وضعك في الدين متعنا والحمد لله معناه به لهنا لا يا سي عيسان لا نشبش نجاوبك يعني جواب مباشر حاول قتل الينام بهم من عرش الدين ومن عرش طهر بن عشور من عرش انت كان تعلم ولا يعني ان كل ما تعرفنيش سيح انا بديد دراسة الدين وانا عمري تقريبا عشرة سنوات حتى قبل وكنت نحضر الحلقات بتاع صلاح كاركر ومتاع زوجته اللي هي اختي وكنت نحضر الحلقات الخاصة انت حميد النيفر في باردو هذا يمعنتها في تونس اه ومن عرش كان حميد النيفر يعني من التقدميين في هذه المسألة وفي هذاك الوقت كانت المساجد دم بعلماء الدين وكانت الحلقات بعد العصر من فلتش حلقة واحدة في دراسة الدين وبحث الدين كان انا تونسي من عرش طهر بن عشور ومقريتش طهر بن عشور وغيره من العلماء الدين الفتاحة اللي تعزيتونا يعني اه شو تحبني نقوله يعني انا حمار حتى ولو كنت حمار اه احمر انساني ممكن ما نحكيلكش على الدراسة بتاعي في ايران وفي سوريا وفي فرنسا ما نحكيلكش على هذاك الشي كل فهمتا ما نحكيلكش على هذاك الكل خليني هادوك ما الشيعة وهادوك ما ما انت ما انت ميع عرفوش الدين وبعد وبعد دراستي ورسالتي العملية فهمتا يعني حبيت حاولت راني عملت رسالة عملية لتصليح الاسلام وعندي مازالت موجودة الى الان رسالة العملية متاعي ولي تم رفضها من طرف علماء الدين لانها تخرج على الخطوط الحمراء انت تصور طهر بن عشور يتبع العقل ولا يتبع النقل اولا حاجة انت مفهمتش ماكش فاهم الاحكام الاسلامية امشي ارجع و اقرأ تعطيل الاحكام هل تدري ان الحاكم الشرعي او الفقية يمكن ان يعطل الاحكام عامة في فترة معينة ويمكن القاضي ان يعطل حكم على شخص معين ويمكن ان يعطل حكم الشرعي على مجموعة معينة وهذا لا يسمى تعطيل عام بل تعطيل خاص هل طهر بن عشور قال حرام ضرب المرأة؟ قال حرام ضرب المرأة لا من عشكا اللي قاعد تكون فيه قاعد تفهم فيه ولا لا اما عاود اسمعه شنو اقال بالضبط طهر بن عشور بش تفهمه؟ فامتا عاود اقرأ قال لك في حالة ان الشخص مينجمش يتحكم في روحه يحرم عليه ان هي مثل مرأة يعني هذا يسمى تعطيل خاص لشخص انا مانش نحكي على ذلك انا نحكي على حرمة كلية هو تعطيل الحكم كليا وهناك في الشرع الاسلامي طريقة لتعطيل الحكم كليا طو كانت تتوفر الفرصة؟ نعطيك وجهة نظري في هذه المسألة بدون الكذب والنفاق واللف والدورات مش انت يا روحه نعرف كلي انت ما تعرشت الشرع اصلا وما تعرشت اساليب الحكم وما تعرف حد شيء اما هرومة المحدثين اللي يحب يحدثوا باسلام واللي يعطيوا تأويلاد فهمتا؟ للاسلام هم يخاضعون انفسهم ويكببون على انفسهم ويخاضعون الله انت تتبع فيهم على نيتك انا راني شخصيا انت بحد ذاتك ما عندي حتى مشكلة مع انت معاك ولا في طريقة دفاعك لانك لا تعلم والانسان كي ما يعلمش نفهم وانا نفهم شخصيا انا نفهم اذا اخيني تقول لي لازم ننظر الاسلام وكذا وننظره بنظرة اخرى حتى لو ننظر للنازية بنظرة اخرى صدقني طيب نخرج هالك ملاكة على الارض اعطيني اي اجيولوجية حتى كان نفهم السارق المجرم ونحاول نتفهمه طيب نلقاله تبارير عليش اغتكب الجريمة بتاعه احنا بشر يا اخي ايصان عندنا احكام انا عندما قتلك هل يجرأ عالم دين ان يعطل الضرب كليا لم تجيبني اعطيتني حالة خاصة انا انكلم فيه تجيبلي عالم دين عطل لا يوجد ونعرف شو قول مليش نتكلم عن جهل احنا انا نتكلم عن معرفة انا الدين اللي انتي تؤمن بيه واللي انا من امنش بيه نعرفه اكثر منك يمكن انتي مع انت تعتبرني اني اكره الاسلام بالعكس بالعكس يعني انا لا اكره الاسلام انا عنديش حتى عداوة لا مع الاسلام لا مع المسلمين وانا معروف بل انا صدقني يا عصام الذي يكرهونني من غير المسلمين اكثر من المسلمين انفسهم اللي نطلقى سب من الملحدين ومن المسيح ومن غيرهم اكثر من المسلمين المسلمين اللي يسبوني هم العاطفيين اللي ما مش عارفين شيء فانت يجي سبك مباشرة اذا اخي عصام ارجوك عاود اسمع واقرأ رأيي طهر من عشور وقل لي هل هناك عالم دين حرم كليا ليست حالة خاصة ضرب المرأة والنجم نعطيك الطريقة لتحريم ضرب المرأة على حسب المصادر التشريعي نسمع اشنا وتقوم بها اشه اى يعني مزيد نكمل من معاك بهم تهم حاجة اخرى زيدا بصراحة بهرت فيها هو انو معناها جيد قطل لي فيا سع اسام اش بيك انت يعني تسمح الروحك انك تفسر القرآن وتأول القرآن وراهوا اذا كان معناها تفسر القرآن بالطريقة هذية اللي ضع فيها بطبيعها ما عجبتكش راك بشتمشي لجهنم والله شو نقول لك يا سي كريم بارك الله فيك على هالكلام اللي قلت قول واللي أنا معناها أنت تهدد فيا بشتمشي لجهنم ولا تعلم فيا اللي بشتمشي لجهنم ولا تخوف فيا اللي أنا بشتمشي لجهنم يعني يمكن أنا الكلام متاعي قلقك لدرجة أنك حاسيتك يعني وصلت تحبي نصفت معناه تحبي تسكتني وتحبي ما عارش نحكي في الدين على خاطر يمكن الخطابة متاعي اللي والحمد لله القاء استحسان كبير من المسلمين على خاطره خطاب ينسى جمه مع العصر متاعنا ويجيب على التساؤلات متاع المسلم اللي يعيش في القرن الواحد والعشرين ومن ناحية أخرى يقعد متمسك يعني بالثوابت متاعه وفيه هالتوازن هذي مدينة ثوابت الإسلام ومدينة يعني الخصائص والمتغيرات اللي صايرة في القرن الواحد والعشرين يمكن انت هذي مقلقك لكينا دايما عاش بكش وليت تحبي تسكتني وليت تقول لي اسقط اسقط وما عاش تتكلم في الدين وتهدد فيه لي انا بشمشي لجهنم ومعناها يا ويلي من ربي معناها منعلش كان انا الخطاب متاعي هذي رشي هزني لجهنم يمكن انت تحب الخطاب متاع بيعش ويفرقك بطبيعة بش تقولها والاسلام شوف كيفية شمعناها حليكم كيفية اسلام بطبيعة منعلش انا يظهر لك زعمل انه الخطاب متاع بيعش هو يهز للجهنم معناها الخطاب متاع يهز للجهنم هما خطابهم يهز للجهنم معلعمو بحكني يا سي عصام اول حاجة انا لنؤمن لب جنة لب نار اول حاجة هذي اول حاجة ثاني حاجة انا ملحد منهدد حتى انسان فهمت منهدد حتى انسان ولا استعمل العنف اصلا ها هذي عنتي مسألة لازم اتعرفها بغض النظر اني معانتها ملحد او اتباع معانتها بش نكون اكثر وضوح الالحاد الانساني يعني انا انساني في الدرجة الاولى اذا لا اؤمن بالعنف ولا بالتهديد ولا بغيرها من الامور انا قلت لك شنو يقول دينك من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار انا نوضح لك شنو موجود في قرآنك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض انا نوضح لك في ايات لا تجادل الذين كفروا لا تجادل الذين كفروا حتى يخوضون في حديث غيره وإلا فأنت منهم والله جامع المنافقين والكثيرين المهم شعلين في الآية هذا قرآنك فهمت انا اقول لك رأي علماء الدين انت علماء الدين كل طبعا فمشيتوا ومنهم طاهر بن عشور طبعا لأنه هو بيته يستعمل النقل فهمت هو كان يسمعك توه تقول لكلام هذا فهمت هو بيته يكفرك هو بيته يكفرك ويقول لك شكونك انت بيش تفسر القرآن صحية انا نعرف انه ماكش انت قاعد تفسر وانما انت قاعد تنقل فهمت اما بالنسبة لداعش هي تطبق اسلام محمد فهمت اسلام محمد ما تقول ليش داعش فهمت قاعد تطبق في اسلام حداتي لا الاسلام اللي تطبق فيه داعش واللي يدعو ليه الازهر هو اسلام محمد علاش محمد ما اقطعش اليد فهمت ما امرش بالصلب الداعش تقطع اليد وصرب حتى السعودية السعودية كيف تقطع اليد محمد مرجمش ها الداعش ترجم علاش انت تسخايب الاسلام اللي قاعد تدعو اليه هو اسلام اللي عمله محمد لا وانت تعترف تقول لك هذاك وقته هذاك الاسلام ما عادش يصلح ما عادش يصلح انت هالزمن متاعه فهمت الضرب وتعدد الزوجات وغيرها والرجم وقطع اليد وكل هذي الامور ما عادش تصلح فهمت يعني لازمنا اسلام جديد نلوحوها ذاك الكل في الزبلة بالقرآن متاعه بالآيات متاعه بكل شيء بالاحاديث متاعه علماء الامة الكل فهمت بهايم وما يعرفوش الدين والصحابة ما يعرفوش الدين واللي تتبع فيهم انت فهمت من عرش شكون ما انت تتبع بالضبط يعني هلفة يوسف وغيرهم يعني فهمت الحادثيين هادم فهمت هم اللي على حق والباقي على بعض احنا ضد هذه الفكرة فهمت انك تطرح نفسك انت هو الاسلام الحق وغيرك الاسلام الباطل يعني الاخرين كفار وانت هو المسلم بأي حق ها الاسلام ليس واحد سمحني فهم عشرات مئات المذاهب الاسلامية يا اخي اذا حبيت نقول لك يا سعي صامت هنة لا فهمة لا شنة لا نار وما نش نهدد فيك لا بالنار لا شيء اللي هدد فيك هو دينك واحاديثك هو اللي هدد فيك بالنار على خاطر تفسر بالقرآن بغير علم طبعا انت مش ذنبك لانك مكش انت اللي قاعد تفسر وانت قاعد تنقل فقط ولكن معروف في الاسلام المساعدة على الشيء كفاعله فهمت يعني حبيت نقول لك يعني بوجهة نظر الاسلامية الارتودوكسية الرسمية تعتبر كافر وتعتبر كافر وتعتبر مفسر للقرآن بغير علم ولكن انا نعرف لي مكش انت قاعد تفسر فهمت انت مجرد ناقل فقط المهم اما تهنى من ناحية يانا بالعكس نشجعك بش تواصل على هاته الطريق وانا من اول الداعمين لك اما غير حبيتك حاجة واحدة تنحيي تضرب جملة واحدة حتى بسواكلات نتجاوزوها النقطة هذية وانتي زادت حديد كيف كيف العلماء الدين انهم يحرموا العبودية كيف كيف في مسألة العبودية زادة ما نحبش ان نطول برشا برشا معناها المسألة هذية ما زادة نفس المسألة اللي معناها منتع الرجل اللي عرص بربعا نساء معناها كيف كيف نعاود ونرجع نفس البعبوكة انه ياسي كريم معناها يلزم راك تتعلم تحط روحك في بلاسة الرجل عايش في عام 800 وعام 600 راهو مسألة العبودية هذية بتنش تخايب سيها لانه هكا الرسول بمضاق معناها هكا يصحح هاي جماعة هاي عبودية ومعارشه والعوة العبيدة الكل اللي هما بمئات الالاف وليوا احرار ولي عنده راس مال بمئة مليون وخمسين مليون وعشر مليون وزوز ملان وواحده كذا تتمحق معناها هالرؤوس الاموال هذية الكل في رمشة عين ووكهو الناس الكل تولي احرار مش ساهلة جملة معناها هالحكاية هاي يعني العبودية داخلها في الاقتصاد متاع المجتمعات الكل مش المجتمع المسلم داخلها في الاقتصاد اذا كان انت في ثربة واحدة هكا تحب تتناحي العبودية متباعة بتصير مشاكل كبيرة على السعيد الاقتصادي معناها ومناحي حتى الاقتصاد يا سيدي ناخدوها من الجانب الانساني احرار نقولوا مش مشكلة الفلوس ناخدوها من الجانب الانساني انت تتوقع ان العباد في العهد ذاتها بشي يقبلوا المسألة هذية بتاع العبودية كي لما حتى حد لا يدخل في الاسلام وحتى حد لا يقبل الاسلام ولما الناس كنا عادة تكفر تقول هذية اله غير عد هال اله هذية اللي هو اله هي انوانا عندي خمسة ملايين ولا عشرة ملايين كيف دي جورو لندما تقول لنا ناحياه هذية اله غير عد وهذية دين مستحيل انا نكون دين سمام عليش على خاطر ينحي في فلوس لعبك بشتقلوا الحقوق انسانه وبشتقلوا ملا والحرية ومفهوم الحقوق ما يفهمكش والله لا يفهمك ازاي حكاية فارغة وانتي يا كريم يا سي كريم اللي كان نجيت عايش عام سبعة مية وتبدأ عندك برشة عبيد وبرشة جواري وجو ووحد وشي خاط نجيت كله طايم شو نعيبنك الكل ما تهبل في مخ ويقول لا وما نعملش وما نحيش يعني معناه بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي تعلم حط روحك في بقعة لعبات وتحلم انك اندي ما عايش تخمم في بلاسة لعبات اللي هما عايشين في القرن السابع وفي القرن الثاني تخمم مخك انتي بتاع القرن الحادي والعشرين وما جيش تقول عليش ربي سطحانه ما جيش فرض ضربه ونحا العبودة يعني سيئي سام انا لو انا مؤمن مؤمن ان واحد جاء قال لي رهو رب عظيم قال لي كذا سوى الان سوى قبل عشرين ألف سنة امثثل لأوامره بدون نقاش انتي ظاهر فيك ما تعرشن معنى هالإيمان الظن ان الإيمان بيع وشريا صحيح انت حتى القرن يقول لك قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا هل تتصور انتي إله غير قادر على أن يقول الحق وأن يساير الناس بشيمنوبين علاش الخمر كان يجيب ثروات كبيرة جدا ورغم ذلك تم تحريمه على فترات والمسلمين المؤمنين بطلوا استعمال الخمر وكسروا كل ما هو خمارات تقول لي يمكن الخمر مش كما العبيد انتي كانت تبيع روحك الرب هل يهمك ثروات الدنيا لكل هذه انتي تتصور يا سي عصام اللي أنا خرجت من الإسلام حكاكة تعنتا يعني أنا كان جيت أؤمن بالفاعل اللي فامها جنة والنهار اللي فامها رب تتصور أنا أكفر بي يا خيانة مهبول ولا مجنون مدام ما عنديش الإيمان الداخلي اللي هذا الإسلام كذب والأديان كذب وأن فكرة الرب أصلا فكرة غالطة راني مانيش ملحد لازمك تفهم هذا الشي علاش وترجع للتاريخ انتي لازمك تقرأ تاريخ تحرير العبيد قبل محمد في القرن السادس قبل الميلاد هناك معنا تحاكم اسمه سولون يعني في اليونان حرم العبيد في فرنسا في القرن السابع ميلادي هناك ملكة حرمت العبيد يعني تقريبا في نفس فترة محمد غير الثورات منتع العبيد اللي وقت في روما وفي شمال إفريقيا وطالبوا بتحرير العبيد حتى في الدولة العباسية هناك ما يسمى ثورة الزنج العبيد حتى واحد ميحب روحه عبد لا الآن لا في الماضي لا في المستقدر مفرماش إنسان عنده مخ وعنده إحساس وعنده وعي يحب يكون عبد هذا الرب اللي بيعه يشري وخايد منهم لا يكفروا بيه علش مستناش حتى التوع بش يرسل رسول علش يرسلوا قبل ألف روعمية نسنة وتمزلوا متخلفين يا سيدي علش أرسلوا قبل ألف روعمية نسنة وقال هو آخر ووصله علش مستناش التوع ولا في المستقبل وقت البشرية تتطور وتفهم بش يقول الكلمة الحق ما نعرش أنا هل تخادع نفسك ولا تخادع في شكون بالضبط ما نش فهم يا عصام صدقني يمكن غير واعي وأنا نفهمك حتى أنا كنت غير واعي كيفك صدقني كنت ندافع ونقول لا أكيدا من أرأيها حكمة ولكن وقت خممت بمخي وبإحساسي الإنساني حربت لي لكلها لعبة سياسية لكلها مصالح لا أكثر ولا أقل إذن أخي مش مسألة نحط روحي في هذاك الوقت صدقني حتى قبل عشرين الإنسان أنا وقته كنت مؤمن بالإسلام كنت أرفع راية الإسلام ما نجتش تبريرات مستعد بش نموت في سبيل الله وكنت أدعوه ونبكي بالدموع قرى اللهم هرزقني الشهادة هذا إيمان أخي الحصاد أنت لم تتتوق حلاوة الإيمان أنهم يكون إيماني فأنت ما فهمش لعبة ما تعرش الإيمان أنا حتى مرعد الآن ولكن مؤمن بعدم وجود رب يعني أعيش حلاوة الإيمان هذه ولكن ليس برب ظالم اشتراه من المؤمنين أنفسهم بأن لهم جنة من بيعش من شري معاك أنا يعني حتى ودع كنت مسلم كنت مقل في معانتك داخلي راني معانتك أطيحك ليس طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك حتى كانت تدخني لشهنم بتاعك ونادينا سبانيتها إني أحبك إني أحبك هذا الإيمان يا عصام أنتم ما تحبوا ترجعوا الإسلام يعني مجرد لعبة طبعاً الإسلام نتكلم أنا محمد بيدو خطر فكرة الإسلام فكرة أخرى موضوع آخر ما يسمى لب الأتيان موضوع آخر هو أعظم من محمد وأعظم الإسلام وأعظم المسيحية وأعظم من كل الأديان هي روح الكون روح الوجود روح الحياة إذن أخي كان جاء القرآن من عند رب الفعل راه منع العبيد بنص واضح وإن آمن به واحد بركة لأن الحق والإنسانية ما معهاش لعبة هذا اللي لزم تلقم المواسط الحديث لهنا فما حاجة أخرى زيدا نحب أقول هالك هو أنه كيف كيف معناها بالنسبة للتعدد الزوجات وعليش ربي مش مضربة لولا أنه هو نحى تعدد الزوجات معطا تلميح للمستقبل فإن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة زيدا كيف كيف السؤال اللي كانك أنت تطرحه بالنسبة للعبودية هل أنو ربي سبحانه يعني أقر العبودية وموافق على العبودية ومفميش معناها آيات في القرآن تدعو إلهك أنه نحيوها العبودية هذا هو السؤال يعني إذا كانوا قاوة إحنا مفم حتى آية في القرآن حتى آية يتشجع المسلمين أنهم ينحيوا العبودية والله نجم نفهمك نجم أقول صحيح غير فيه الإسلام ما يهتمش بمسألة العبودية ومعلا بنيوش لو كان يعني اللعبات يقعدوا عبيد وهذاك هو الموجود لا يا سكرين أنت كتجي تشوف الإسلام تلقاه ماهوش كلي موافق هكي على العبودية على أساس أنه هو مخليها لحكاية مصيدة لا هو ربي سبحانه ينزل آيات على العبودية ساعة أول حاجة ماهوش معناها أنه موافق على العبودية لا هو معناها أنه مسألة موجودة يلزم التعاطي معها ما يتعاطي معها يعني كمشكل مشكل ما نجموش أنه احنا نحيوه فرض غربة على خاطر بيش تخلق ثورة بيش تخلق عدم قبول والعباد بيش تطور وما تحمس وحتى العبيد زيادة هم عبيدهم ما هم شد كل يوم بيش يقبلوا يعني واحد عبدا عايش عند السيدة متاع ولا بيس عليه ياكل ويشرب وريك شمر ومريك لو ياخذ في فلوس دونك تجي تقول له هايس معك هاي حررتك هاي برا نمشي ده بالراسك ما عاشت عايش معا يقول لكم مش نخرج وي مش نمشي حيتي كل عايش هوني وولادي وواحد يابل في مخه معناه تي احنا في تونس وعملنا ثورة ونادينا بالحرية وخبز وماء وبن علي الله وكل حكايات هذوكم الكل هكتشوف توا في برشة وين ستحب بن علي عاود يرش هكتشوف في برشة وين ستبايعتها الحرية ما نحبش قالك الحرية رجع لي رجع لي بن علي وأنا ياخويا نحب اه معناها الأمن والأمان والماكلة والقوت اليومي هذي اهم لي من الحرية فانت يا سكرينة مش الناس الكل راهي معناها بالنسبة لها الحرية حاجة مهمة وحاجة هيلة وحاجة مش هكرة مش هكرة مش هكرة معناها يجب يتعطى مع الأشياء معناها تصور انت في القرن واحد والعشرين والعباد مازالت معناها عندها مشكلة مع الحرية فما بالك في القرن السابع وفي القرن الثامن نعاد ونرجع لهنا لنفس سؤال هل انه الاسلام اقروا واعترفوا مهوش متقلق من العبودية وإلا انه الاسلام شجع على عتق العبيد هذا هو السؤال يلي احنا يزلنا نترحوه على رواحنا ربي سبحانه في الايات القرآنية شجع على عتق العبيد والذين يبغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا صدق الله العظيم يعني الى هناك ربي سبحانه قول انه اذا كان انت عندك عبد والعبد هداية تعطي فيه في شهرية وهو عنده فلوس من عند السيد والعبد هداية يلم في الفلوس ويجي نهار من هراك لسيده المالك ويقول له اسمع عناني نحب نشري روح معناها انت في عض بش بيعني للوحدة اخر اين نحب نشري الحرية وبمليون زوز ثمانين اربعة ملايات اللي هو وهناك ربي سبحانه امر المالك يعني العبد هداك انه هو يعتقوا معناها مش يعتقوا بلاش معناها هو يحبش الروح سيبوا يا أخوي السيد هداك ما تخليش معناها انه عبد عندك ومخلاف معناها العجيب من الايات اللي معناها اللي هكا عنده مشكلة ولا عامل عملة ولا حاجة ديما تعدك ورقبة عدك ورقبة ديما معناها اذا كان ربي سبحانه يحب يخفف على عبده يقول له انك تعتق رقبة يعني عندك ثواب كبيرة عند ربي وربي خففلك من ذنوب بنتاعة وعمر ابن الخطاب مثلا يعني في النفس الاية هذه في السياق الاية هذه اضرب انس ابن مالك عليش اضرب انس ابن مالك على خاطر جاء العبد انس ابن مالك وعمر ابن الخطاب واشتغلوا قالوا يا اميرة المؤمنين راني انا لميت فلوس ونحب نشري الوحي بشيط بالمالك وراني هاولوا فلوس وسيح ويعطيني الحرية بشي شري الوحي يا اخي انس ابن مالك محبش يا اخي عيط عمر ابن خطاب انس ابن مالك ضربوا 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 وقالوا كيفيش العبد انتعك عنده مخلوص وحبيش الوحي وانتي ما تبعوش هاو معناها الاخلاق متاع المسلمين هاو الاخلاق الصحيحة متاع الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده حتى عبد مالك يخدموا فيه ما بين انتعوا وكما زين ابن حارثة اما كان عنده حتى عبد عنده زوز ملك يمين اللي هي ماريا القطية ورايحانة بن شمعون صحيح منيه بتباعها كيف وهو كيف رجال كل المسلمين معناها انه عنده ملك يمين ما هيش حاجة يعني بششظ معناها على الوقت هذيك اما كما قتلك مثلا ما كانش عنده عبيدة وقد ما اهدئوله عبيدة هو يعتقهم وهو يهديوله عبيدة هو يعتقهم معناها الفقافة المجتمع المسلم كانت فيه المسألة هدية بتاع انه موجود العبودية الصحية ما كان فيما التشجيع كان فيما التشجيع على العدق باش نكون معاك سريح زيلا عبدالله ابن عمر اعتق نئات العبيد الرسول صلى الله عليه وسلم زيلا يقول في الصحيح البخاري كتاب الاتق باب في الاتق وفضله رقم الحديث 2381 قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتقى امرئا مسلما استنقض الله به كل عضو منه من الناع نبدأ سعيصان بالحديث الاخير مع انتقى اعتاق امرئا مسلما فهمتها نزمك تتكد عن مسألة هدية مسلما يعني مش كيمة عطق امرئ غير مسلم وهذا ما يقعه حتى في الأديان الأخرى يعني في اليهودية مثلا عندما يكون العبد عبراني بعد ستة سنوات يصبح حر فهمتها والنظام اللي موجود فهمتها في الإسلام حول الرق هو لم يأتي من السماية كان موجود من قبل عند عدة شعوب أخرى وكان موجود في أهل مكة كان أهل مكة يعتقون العبيد ويستبنوهم ويردوهم يعني كيف لولادهم فهمتها يعني هذه موجودة وهذا عمل إنساني نحن نعرف اللي الاستعباد موجود منذ أكثر من عشرة آلاف سنة بل يرجع المورخين أن بداية الاستعباد بدأت عندما انتقل الإنسان من الصين إلى الزراعة بدأت فكرة الاستعباد هذه معروفة تاريخيا ثم جاءت ما يسمى بالديانات خاصة الديانات القديمة وجاءت فكرة ما يسمى لعنة حام وبدأت فكرة استعباد السود على أساس أنهم ملعونين ونعرف نحن نظام الطبقي في الهند وغيرها حتى عند اليونانيين وعند الرومان وكل الشعوب أنا لا أنكر أن الاستعباد كانت ظاهرة في ذلك الوقت بل الاستعباد كان موجود قبل فترة قليلة ولكن لا ننكر أن هناك محاولات قبل الإسلام لتحرير العبيد وهناك من نادى بمنع العبيد يعني هل هؤلاء الذين نادون لتحرير العبيد أكثر جرأة من رب الإسلام نفسه جي تقول لي أنت هو نظم وعمل ومحمد كانت عنده جارية من بعض اطلقها وكذا أول حاجة لو ترجع لنظام مكة يعني قبل الإسلام كانت هناك نوعا ما تحرير للعبيد يعني محمد مجال حد شيء جديد هذه العادات وأن العبد يشري نفسه نفس الشيء موجودة يعني هو محمد يعني فضل هذه الأمور ولكن لم يحرم العبيد يعني استنينا حتى مجلس الأمن وقرار دولي يحرم العبيد ويمنع قانونيا العبيد رغم أن العبيد ما زالوا موجودين حتى التوى ولكن هل هناك نص إسلامي الآن يا سيدي خلينا من الماضي يحرم الإستعبات لا ولا يمكن لأن عشرات الآيات يتكلم على العبيد أخي راهوا الدين ليس لعبة خاصة كان أنت تؤمن أنه جاي من عند إله يعني الحق حق والعدل عدل وما ينفع الإنسان ينفع الإنسان هذا الدين اللي معنا تشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة من الجمش يشري ثروتهم خديجة ما خسرتش كل أموالها على الإسلام وغيرهم من الصحابة إذن التبرير أنه تجارة وكان معنا تحرم لهم العبيد طوما يمنوش به فهمت هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة هذا الدليل على أن الإسلام ليس مع أنت وحي إلهي وأن الأشخاص كانوا يؤمنوا به على مصلحتهم ليس لأنهم يؤمنون بجنة ونار لأن لو كان هو كلام إلهي ولو كان الصحابة ولكن محمد يؤمن أن تحرير العبيد هو واجب إنساني رأى ما ترجعش هو قال لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الشيء لن أتخلى هذا في مكة طبعا وقتا كان إنسان باهي وقتا كان إنسان باهي وكان متخلق وكان متربي وكان متعلم الحضارة بتاع مكة ولكن وقتا مشى المدينة مع الأسف مع انتهاء افسد المهم يعني أكتفي بهذا القدر يعني للفيديو هادي بش نزيد للفيديو الأخرى اللي هي تقريبا نفس الموضوع أظن خطر سمعت له والمتاحة أما بش نحطها وكان لقيت حاجة بش نجاوب عليها طاو نجاوب عليها ولكن حبيت أن قولك إنه ونعاود نرجع التحدي التاعي ليس هناك تحريم للعبيد وليس هناك تحريم للضر أما بالنسبة لتعدد الزوجات أنا مانيش ضده واني قدل أنا بالنسبة ليا دي بتاعتي نفس الحقوق للمرأة والرجل يعني حرية كاملة كان هو عنده الحق أكثر من المرأة هي عندها الحق أكثر من الرجل وكل واحد يدبر رأسه حرية هادي حرية شخصية خلينا نسمعوا بقية الفيديو اللي هي سبعة دقائق قدن ونشوفوا شنوها فيها كان فما رد الرد عليك سينا يعني أختم هذا الفيديو جع زادة في المسلمين على عدق العبيد يعني كنجي ونشوفوا الإسلام في الآيات القرآنية يشجع على عدق العبيد وفي الأحاديث نشجع على عدق العبيد عمر بن الخطاب زادة كيف كيف كان يوصل حتى يجبر مالك العبد أنه هو يحروا معناه إذا كان لاخد يلفع الفلوس بالصفة عليه بالعصاعة زادة كان يجبره عبد الله بن عمر كان يعطق في مئات عبيد الرسول ما كان عنده حتى عبانك وحاجات كما هكذا يظاهروا أنه الإسلام ماشي في أنا أتجاه أما بشي أقول معاك يعني نزيه خاطر ما نحبش التلعيب وإخفاء الحقائق يعني عكس ما أنت قلت اللي أنا مبرر وندرع شنوة وكذا ونقف ونقف الحقيقة وكافر على خاطر ما نبرر للإسلام وخاطر ما نحبش نطلح تيحة كما الشيوخة متاعك معناها ذوهم أنا والحمد لله ما نش كما الشيوخة متاعك اللي هما معناها حس ما حكيت عليهم من هذا المنافقين معناها اللي هما يجيوا يبروا للإسلام هما ما همش مقتنعين كان يخرجوا من الإسلام خير معناها على قل انتهاك ماكش منافقة ما يعني فهم برشا حاجات ماذا بيك تزيد تتعلمهم يعني في الإسلام على العمو إذن كما قلت لك سي عصام يعني عدق العبيد موجود في كل الأديان ونظام العبيد وغيره مايش حاجة جديدة بالإسلام وانت لو ترجع لأكثر الآيات بل كل الآيات وأغلب الأحاديد يعني تتكلم على عدق رقبة مسلمة أو مؤمنة مش يعني إنها الكافرة ميتمش عدقها بل حتى إن بعض العلماء يقول يعني لو يتم يعني إطلاق سراح رقبة كافرة يكون السبب في إسلامها يعني مستحب أما التركيز على المؤمنة والمسلمة وذلك مع أنت يوريك أن الإسلام عنده نوع من العنصرية يعني يعتبر هو على حق والباقي على باطل يعني لا يهتم بالإنسان كإنسان هذه معمتها مسألة واضحة إذن النقطة المهمة ولا داعي لللف ولا الدوران وأنا قتلك كافر كافر بمفهوم اللغة وأنت يعني كافر بمفهوم حتى الدين يعني على حسب الأصغر وعلى حسب المراجع الإسلامية تعتبر كافر دينيا ولغويا فهمت أم أنا لغويا لنجم أقول ما كش كافر لأنك ما تعرش لأنك تنقل دون فهم دقيق للمسألة وما نشأل بشي نكفر كون أشي مني فيك بالعكس ولكن الذي معتها أفضل أن تكون أكثر موضوعية خاصة في مسألة الضرب لا تقول لبس واك لبستيلو لهذا اليد لصيحان ما عاش بالتكش طلق هدايا نحيوها لها يا جملة واحدة فهمت أما بالنسبة للشيوخ المتاعي ما الشيوخ المتاعي بارك ما فهمت الشيخ قابلته فهمت ولا عرفته ولا حتى اللي باتصال بهم أنا عندي اتصال بالشيوخ طوى الشيوخة فهمت ويجيوا لأوروبا ونتقابل معاهم وكذا وهم لا يطبقون الإسلام أصلا حتى بعضهم سئلتوا قتلهم طوى أنت عشرين سنة وانت إمام قال لي أنا عشرين سنة وننكذب عليهم كانوا نقول لهم الحقيقة ويعلقون فهمت يعني هناك خوف أيضا من الآيمة أو معنطها الآيمة اللي يعرفوا الدين طبعا ما نقولش لكلهم وإنما نقول نسبة كبيرة منهم خاصة من يتاجرون في الدين من السياسيين فهمت يعني اللي يتبعون السياسة أو من الدعاة أنت تتصور مثلا عدن الإبراهيم مسلم ها معروف عدن الإبراهيم أرجع أرجع كباش جاي وكباش تلعب للوشوء ولقاه مورد رزق فهمت وغيره وغيره فهمت يعني تجار تجار دين هل تتصور أنهم مسلمين لا أنا بالنسبة لي اللي يمكن أن أقول أنهم مسلمين هما اللي يجاهدوا في سبيل الله اللي يعطيه في الواقم يعني الانسان بشوص يعطي يعني روحه أكيد عنده إيمان فهمت غنيم غنيم أنا نتصور مسلم بالحق هبك مسلم فهمت غنيم مسلم أما تقول يا رشد الغنوشي والقرفاوي والحوني والعرشكون والعرشكون هدوما كلهم فهمت مسلمين ها مسلمين هما يرسلوا في ولادهم يقرأوا ولا اللوز ولا فلان اللي يبعث للشهاد وهو ولاده يبعث فيهم لبريك يقرأوا مسلمين ها يعني يكون منطقي شوية يعني أحنا نحكم على الأشياء معاندها من العمل المتاحها ما يكفيش ما يكفيش تقول أنا مسلم وريني التصرف متاع التصرف مسلم ولا لا ها رأوا الإسلام ليس نطق كلام وإنما تصديق تصديق وعمل هذا هو الإسلام يعني أنت كانت خاف من الموت وتخاف من الشهادة وتخاف معاندها من أن تطبق شرع الرب كما هو شيء طبيعي دوان لا تعتبر مسلم فهمت هذي مسألة واضح هنكونوا واضحين لو أنت تعطل شرع معاندها لي من شرع الله دو تعتبر مسلم بالمفهوم الإسلام المحمدي ولكن كما قطلك ثم أنواع أخرى من الإسلام اللي هي أكثر إنسانية والمذاب كثيرة جدا أما أسلوب الذين يريدون أن يبيدون الإسلام فهمت يعني بالكذب والخداع واللعب بالآيات والتأويلات والمعجزات زعمة زعمة والتفسير العلمي للقرآن وكلهم كلهم مخابعين يا أخي يا أخي وأضحين أمورهم خلي سمعوا كيف تقول حتى نكمل لنجاوك بش نكون معاك واضح وصريح صحيح أن المسلمين ما عملوش بالقعد هذي العبودية اللي يلزم نشجعوا على عدق العبيد بل بالعكس يعني عملوا العق في ما يسمى الفتوحات معناها اللي هما ينشيوا يزدموا على بلاد ويجي قل لك هيا الإسلام أول الجزية أول معناها أول معناها الحرب يعني لهنا صاروا فضاقعة كبيرة يا سب وصار سبي كبير يا سب معناها كما للتوانسة والبزيرية والمغاربة معناها المأمازيغ خلاوهم بمئات الألوف ورحلوهم يعني الدمشق ومين الخلافة الأموية والأمويين يعني ما كانوش يعني هكا يلوجوا برشا على إسلام العباد بأكثر من بقدر ما كانوا يلوجوا على ثروات الشعوب وعلى النهب وعلى السبي وعلى استعباد الناس وهذه حاجة يعني خايبة وأحنا ما نتزوش بها كانوا سلمين وعمرنا ما كنا فرحانين بها الحاجة هذه خاطر أحنا كيف نشوف السيرة متاع الرسول وكيف نشوف الإسلام على شو يشجع هو في حقيقة الأمر نلقاوه في الأيات وفي الأحاديث وفي السيرة ما يشجعش على استعباد الناس وللأسف معناها في عوث أنه تطور العقليات للاتجاه متاع يعني تحرير العبيد وكذا مشات في اتجاه الاستعباد واحد وهذا بطبيعة يعني الغلطة اللي هنا أنا أقول رأه ما هوش من الإسلام الغلطة من المسلمين اللي هم معناها ما فهموش دينهم على قعدة ومن حملوش الإسلام الأخطاء لأناس لم يعرفو كيف يطبقوا الإسلام ولم يعرفو كيف يفهموا الإسلام سعي صعام تقول أنت الغلطة مش من الإسلام وأنما الغلطة من المسلمين ما فهموش الإسلام برسمك قولي شكول اللي فهم الإسلام من اللي جاء محمد التوى هل محمد فهم الإسلام محمد ما أمرش بغزو الآخرين ما هجمش على القوافل ما طلبش بغزو الروم ما وعدش الصحاب نتاعه فهمت أن نساء الفرص ونساء الروم يكونوا عبيد لهم ها مش موجود هدا ها في المصادر الإسلامية ها وليذير كل موضوعة يعني محمد قال لهم انتوما ادخلوا في الإسلام وما تخزيوا حتى حد محمد هو مريض وبعث أسامة لمحاربة الروم فهمت نية همويين جابوا هذا الشيء من رسمة ما وعلى سنة رسوله محمد تبعوا الخلفاء الرشيدين وتبعوا محمد اتنجبش معانتها تقول صراحة تقول لي عقيدة ما يفهمها حتى واحد إلا أنت فقط أو من تأخذ منهم الدين ها تفهم الإسلام فقط والباقي الكل حكايتهم فارغة والعلماء الكل حكايتهم فارغة ها يعني قل لي ترى قل لي أعطيني شكون اللي فهم الإسلام يعني الإسلام هذا عصام عمر اللي ناكله من عند فلان وفلان نعرش شكون فهمت هو الإسلام الحق يعني لم يبحثك رسول حق ولي رسول ولا المهدي المنتظر علش لا فهمت وفهم في الأحاديث أن مهدي يأتي بإسلام غير الإسلام وبقرآن نغير القرآن ها إذا نسي عصام فكر مع رأسك يعني فكر فكر شوية حتى واحد نفهم الإسلام ها كله غالط كتب كل غالط كل شي غالط خلان كابل نسمع ما هو بش تقول أنت في الحقيقة شي حي را ما نفهم نكره كيبدأ واحد تحت تسيطرة عقيدة من جمش يفكر مرضو أي ستوتا 24 هذا هو يعني الهنا الحاجة اللي حبيت نقول هالك هو أنه الإسلام هل يدعو إلى العبودية أو لا يدعو إلى العبودية هو شوف يعني دوه في العصر متاعنا اللي والحمد لله العقليات تطورت ووصلت المرحلة أنه تخلصت من العبودية والإسلام والحمد لله كان من الأديان التي تشجع على عدق العبيد وعلى تحرير العبيد وهنا بطبيعة من البديه أنه أحنا نقول الإسلام يشجع على عدق العبيد ويشجع على التحرير وفي العصر هدايا هل أنه أحنا نجم ونحرم العبودية وإلا لا أنا بطبيعة مفتي الجمهورية باش النجم نحلل ولا نحرم ولا يعني ما عنديش المنصب هذي باش خوالي باش نحلل ولا باش نحرم إنسان نجتهد ما بطبيعة في حدود الاجتهاد بتاعي نحلل نحلل منتعه بالنجم أنه بالفهم منتعنا الصحيح للدين يعني والقراءة منتعنا لغاية الدين رأنا نجم أكد لك أنه بطبيعة توا العبودية واستعباد الناس حاجة بطبيعة محرمة وحاجة يعني بطبيعة ما هيش بشتفرح ربي سبحانه بالعكس سوف تفير لغاية على فتر الانسان واقتلي يعني بالبديعة وبالبنسان كما احنا نقول وبالمنطق يعني نتخيل احنا إذا كان قضينا على الوباء اللي هو الكوليرا واللي هو عفينو عفاكم الله السرطان إن شاء الله نتخلصوا منه يعني ينفوى بعض مجهودات وتعبدوا أبحاث علمية وكذا وانشرنا للأدوية في العالم أجمع وناس لكل هدايا ولا عاود ينشر المرض هدايا بين الناس يعني هذا بطبيعة يعتبر مجرم وهذه بطبيعة حاجة خائبة حاجة غالطة معناها بالمنطق راهوا فهم الدين راهوا بفم برشة عقل وراهوا برشة منطق موش المفسرين هما اللي باش يعني يعطيه الحقائق الكل ويعطيه الحاجات الصحح في كل يعني احنا عمنا عقل باش النجم ونفهمو بيه الدين وكيما نقول ونعاود بالمجهد ملزمين باش نتبعوا ديما المفسرين على خطر هما جاءوا في عصر متاحه وفسروا الدين على حسب يعني الالم اللي هما وصلوله والمعارف اللي هما وصلوله يعني السقف المعرفي بالفعل سي عيسان قلت كلمة جدا مهمة احنا تتوى عنا العقل عنا عقل هذا العقل نجم نفهم بيه كل ما يخص التشريح سوى معالجة السريقة او الاجرام وغيرها علاش انا محتاج الى نص باش نقوله باش نرده يوافق العقل انت تعرف لدرجة الوعي عند الانسان تتطور اذا النجم نقوله الثابت الوحيد الذي يمكن ان نعتمد عليه هو العقل ليس النص ليس النق انت قلت ان توا معنى الاستعباد ما عدتش موجود هل الاسلام هو كان السبب في منع الاستعباد لا فرض عليها بالقوة هل العلماء المسلمين اليوم يستطيعون ان يصدرون فتوى لتحريم الرق لا 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 يستطيعون لانهم سوف يعطلون عشرات من الايات القرآنية تقول ان الاسلام شجع على تحرير العبيد ليس الاسلام واحد شجع على تحرير العبيد بل موجود في عدة اديان اخرى موجود فهمت عطق العبيد يعني مش واحده بل اذهب اكتر من ذلك ان هناك عبر التاريخ محاولات لمنع الاستعباد وبالقانون منع الاستعباد والان الاستعباد ممنوع ولكن ليس محرم شرعيا وهذه هي المصيبة الزرق مثل ضرب المرة هل تجرؤ ان تحرم او اي عالم دين انت تكون مع انت مكش مع انت في مرتبة انك تشتهد هل يجرع عالم دين اليوم سني او شيعي يحرم ضرب المرأة يقول حرام شرعا لا ما يقدرش طبعا الا في حالة واحدة ان تبديل شوية في استنباك الاحكام 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 كما قلت لك انا عندي طريقة لاني معاندها اعرف كيف استنبت الحكم من النص مع الاعتراف بالنص كما هو ما نفش نقول انا ولا نبدل ولا نكرب لا هذا كان في عهد محمد بالفعل كان في عهد محمد وهذا الموضوع نعرف رأيك فيه فهمت في هذا الموضوع اذا انا اتمسك بالتحدي متاعي ليس هناك تحريم للاستعباد شرعا وليس هناك تحريم لضرب المرأة وغيرها من الامور الغير انسانية الموجودة في الاسلام مثل تحريم قطع يد السرق وغيرها والارث وغيرها من الامور التي تهين المرأة وتهين الانسان كانسان في عصرنا الفاضر الشيء الوحيد الذي يمكن ان اتفق معك هي روح الاتيان اما كل هذه الامور بالنسبة لي هي قشور ليس لها اي قيمة اليوم وتمسك المسلمين بهذه القشور سوف يمنحهم على ان يلتحكوا بركاب الحضارة وهذه وجهة نظري خليني نكمل نسمع شنوها قولك بش نكمل نجاولك نحب نحكي معك في موضوع مهم ياسر اللي هو مسألت يعني الاسلام هل هو صالح لكل مكان وزمان نعم ام لا نتقابله بعض شوية وبش نحكيه على الاسلام هل انه صالح لكل مكان وزمان سؤال جدا مهم هل الاسلام صالح لكل زمان ومكان نجري نعطيك اجابة اولية روح الاسلام صالح لكل زمان ومكان وانما شكل الاسلام غير صالح لكل زمان ومكان طبعا هذه اجابة اولية نحب نسمع الرأي متاع الموضوع ونعرف وجهة نظريك كيف تراها هذه المسألة وانا نجري نعطيك التفاصيل من وجهة نظري شخصية في مسألة هل الاسلام صالح لكل زمان ومكان ام لا كما قلت لك انا من المشجعيين لتصحيح الاسلام وانا لا اسميه تصحيح في الحقيقة وانما اسميه اعادة الروح للاسلام منسميه تصحيح على خاطر عندما نقول تصحيح يعني كأنه غالط وانا نحب نصلحه لا المشكلة الكبيرة هي الجملة اللي نقولها في اي فيديو نتاعي السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر شكرا سيا رصام وتأكد اني انا سعيد بالحوار هذا رغم انه طويل يعني فيديو بش تكون ساعتين وياسر بش يقلقو وطبعا ياسر خاصة من المشاهدين متاعي يعني يعني ميحبوش النقاشات هذي ولكن نقول لهم ما انت ميحبوش يسمعو ميحبوش يسمعو انا نعمل في هذه الفيديو وات يعني بش نعبر عن رأي في الدرجة الاولى وتأكد يا سي عصام اني رغم اللي انا ملحد اه ولكن المسلمين هما اهلي واحبابي واكثر اصحابي هما المسلمين ونتفهم معهم في يسر حاجات لكن اختلط معهم في بعض الشكليات فقط وهذا ليخلي كما قلت لك في الفيديو انا مكروع من غير المسلمين اكثر من المسلمين شكرا ومعابدي وقادم وبسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة